حلو قوي هنا عايز أرجع لإيمان رويح الكلام اللي بيقوله معتصم ده كلام مهم جدا وبالتالي هنا أقدر أفهم وأقول بقلب جامد أن حياة كريمة أنا صحيح بأهل الأماكن أنها تبقى صالحة للحياة الكريمة بكافة مشتملاتها بس كمان حياة كريمة ليه دور توعاوي ما هو المواطن إيمان صحيح لو أنا غلطان المواطن اللي أنا اللي بعمله طبطين الترع لو ما حافظش عليها هبقى هرجع تاني يا مولاي كما خلقتني بتعمله كده؟ أكيد طبعا إحنا أصلا عندنا مبدأ من أهم مبادئ حياة كريمة التدريب والتأهيل بندرب الناس أو السكان بتوع البلد دي إزاي بقى بعد كده يتعاونوا مع الحكومات إن هم يحافظوا على الحاجات اللي اتعاملت لإن إحنا هدف أساسي عندنا إن إحنا بندعم اللا مركزية يعني إيه اللا مركزية؟ المواطن خلاص بقت كل حاجة متسهلة في حياته مش مضطر بقى يروح المركز أو يروح المحافظة أو يروح القاهرة علشان يخلص حاجاته في جانب كبير جدا وجزء كبير للتدريب والتأهيل تدريب إن إزاي هنوعي الناس أو الحملات التوعوية اللي إحنا بنعملها إزاي إنت هتحافظ على الحاجات دي بعد كده وإزاي هتبقى حياتك مستمرة معها كتنمية مستدامة وإن إنت خلاص هتأقلم حياتك عليها مش بس إن إنت خلاص الخدمة توفرت عندي فأنا وقفت لكده لأ في تدريب جزء كبير جدا للتدريب والتأهيل المواطنين إن هم إزاي يحافظوا على الحاجات دي وإزاي يستثمروا فيها زي ما كان معتصم بيقول